قال هني في كلمته إن حماس والجماعات المسلحة الفلسطينية الأخرى على استعداد تام للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن تحقيق وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع وكذلك تبادل الأسرى وغيرها من المسائل وتصر حماس على التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار من خلال وسيط وأضاف أن الحل سيتحقق من خلال المفاوضات التي تؤدي إلى اتفاق شامل مهما تهرب الجانب الإسرائيلي وأكد هني على أن علامات انهيار حكومة نيتانياهو في إسرائيل واضحة للجميع وأن إسرائيل فشلت على المستوى العسكري والسياسي والدعائي الجدير بالذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تبنى القرار رقم 2735 عبر التصويت في يوم العاشر من يونيو الجاري والذي قدمت الولايات المتحدة فيه مسودتها وطرحت خطة من ثلاث مراحل لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة تتمثل المرحلة الأولى في وقف كامل لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة وتبادل بعض الأسرى بين حماس وإسرائيل في المقابل لم يصدر أي رد رسمي من الجانب الإسرائيلي ترجمة نانسي قنقر